رغم المخاوف من تأثير هبوط أسعار النفط على المشاريع العقارية في دول الخليج إلا أن الأرقام الصادرة من قطر تخفف من حدة هذه المخاوف فقد أظهرت بيانات الرهن العقاري القطري ارتفاعاً قوياً في حجم المعاملات المنفذة خلال العام الجاري وبحسب البيانات الأحصائية فإن إجمالية معاملات الرهن العقاري المنفذة في قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام قد بلغت نحو 38 مليار ريال وذلك من خلال 962 معاملة الصفقات التي تم تنفيذها شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال أكتوبر لتصل قيمتها إلى نحو 7 مليارات ريال من خلال تنفيذ 138 معاملة رهن العقاري بمتوسط بلغ نحو 50 مليون ريال للمعاملة الواحدة تلاه شهر سبتمبر الماضي في المرتبة الثانية بما يقارب 6 مليارات ريال من خلال تنفيذ 68 معاملة بمتوسط تراوح حول 87 مليون ريال للمعاملة شهر مايو حل في المركز الثالث بقيمة 5 مليارات و600 مليون ريال وذلك من خلال 154 معاملة بمتوسط بلغ نحو 36 مليون ريال وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل القطرية فقد تصدرت الدوحة باقي المناطق باستحواذها على نحو 57% من إجمالية معاملات الرهن العقاري خلال الأشهر العشرة الماضية بقيمة تجاوزت 21 مليار ريال وبعدد معاملات قدره 360 معاملة ووصل متوسط المعاملات في الدوحة إلى نحو 61 مليون ريال للمعاملة تلتها منطقة الريان والتي سجلت معاملات بقيمة 9 مليارات و500 مليون ريال تمثل نحو 24.9% من إجمالي قيم المعاملات خلال 10 أشهر منفذة على نحو 300 معاملة ليبلغ متوسط المعاملات في الريان نحو 31 مليون ريال للمعاملة إذن حركة معاملات الرهن العقاري في قطر تبرز الزخم المتواصلة في القطاع العقاري بما يواكب النهضة العمرانية القطرية واستعدادا لمتطلبات مونديال 2022 ترجمة نانسي قنقر شكرا